اشتركوا في القناة ادارة شركة بابكو للتزويد تزويد ونص القرار بتعيين المهندس عيسى محمد نجيبي رئيسا لمجلس ادارة الشركة والسيد محمد سعيد الشهاب نائبا للرئيس كما تضمن القرار تعيين كل من السيد محمد أحمد السادة والسيد إبراهيم محمد كانو والسيد مهران جمشير ميرزا والسيد سحر كمران عطائي أعضاء بمجلس ادارة تزويد وتتركز خدمات شركة بابكو للتزويد على بناء وإدارة وتشغيل محطات خدمات التزويد بالوقود في مملكة البحرين ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الشركة القابضة في الاعتماد على الخبرات المحلية لتعزيز التطور في الشركات التابعة لها بما يضمن بتوافق مع استراتيجيتها المستقبلية وضمان الاستدامة